بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأقدار أن تأتي هذه الذكرى متزامنة هذا العام عشية عيد الفطر المبارك وبالتزامن أيضا مع ما يجري في المنطقة من أحداث ولا سيما على أهلنا في غزة من عدوان وإجرام وعمليات عسكرية واسعة النطاق بعدما جرى من معركة طوفان الأقصى حول هذه القضايا وقضايا أخرى تتعلق بالشأن العراقي نستمع وإياكم إلى نص الرسالة التي يتفضل بقراءتها الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في الهيئة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي في الذكرى الحادي والعشرين لاحتلال العراق يا أبناء الشعب العراقي الكرام تمر علينا اليوم الذكرى الحادي والعشرون لاحتلال العراق في تسعة أربعة ألفين وثلاثة التي لا ينبغي أن تمر مع ما فيها من آلام وأوجاع دون أن يكون لها تأثير في النفوس فتهيئ هممها للتغيير ولا يمكن أن تحل بيننا دون أن نأخذ منها العبر والدروس ونستنبط من تداعياتها أفكار الحل ورؤى الخلاص فإننا جميعا نرقب ونرصد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن ما آلت إليه أوضاع العراق بما لا يمكن للكلمات وصفه ولا للعبارات بيانهم فهذا البلد الغني بأبنائه وثرواته وإمكاناته ومزاياه وتاريخه بات يتذيل قوائم دول العالم والمنطقة في كل مناحي الحياة في التنمية والتربية والتعليم والصحة والاقتصاد ومعايير الجودة وصلاحية العيش والبيئة وكفاءة الإنتاج والأمن الغذائي وحقوق الإنسان وغير ذلك وفي المقابل يتصدر العراق المحتل بلا منافس قوائم نسب الفقر والعدام الأمن والاستقرار وفقدان العدالة وتفشي الأمية والفساد والاعتقالات والنزوح وسطوة الميليشيات والتغييب القسري وأحكام الإعدام والإفلات من العقاب وقتل الصحفيين وغير ذلك من أماط السوء التي تعبر عن مآس متراكمة تتزايد أطواقها على العراقيين يوما بعد آخر يا أبناء شعبنا الصابرين إن هذه الذكرى تتزايد في ألمها وقسوتها وإيغالها في جراحكم كل سنة وما ذلك إلا نتيجة ما نعانيه من الوجه الآخر للاحتلال المتمثل بالنظام السياسي الذي شكل على وفق أسس طائفية وعرقية ومحاصصة آثمة جعلها الاحتلال دولة بين الأحزاب السياسية التي جاء بها وما يلحق بها من ميليشيات ومنظمات وشخصيات لم يكن لها من هم سوى تمكين مشروع الاحتلال ورعاية مصالحه وإيجاد التوافق بين الكتل السياسية المتسلطة المفضي إلى التوازنات التي يراد تحقيقها بين قطبي الاحتلال المزدوج الأمريكي والإيران للإبقاء على حالة التخادم بينهما وجعلوا العراق ساحة صراع ومنطلقا نحو المنطقة المحيطة به ولم تخرج العملية السياسية وليدة النظام السياسي التخادمي منذ 21 سنة عن هذا المسار ولم تتجاوز حدود ما فرضته الإرادة الأمريكية منذ أن وضعت قواعد لعبة الموت هذه بدءا من تشكيل مجلس الحكم سيء السمعة وحتى اليوم حيث تعاقبت حكومات الاحتلال التسع على مر السنوات دون أن يلمس العراقيون منها ما يجلب المصلح الحقيقية لهم أو يدفع المفسد المحقق عنهم وما زلنا على يقيننا بأن العملية السياسية المصنعة خارجيا والمفروضة في العراق تفتقر تماما إلى أدنى مقومات النظم المعتبر والرصينة وهي مجردة تماما عن أي أدوات أو وسائل من شأنها الحفاظ على العراق ووحدته وسيادته وأمنه وضمان حقوق شعبه على أساس المواطن الحق فضلا عن أن الأشخاص الذين تستقطبهم لها لا يمتون للسياسة بصلة ولا يتصفون بالخبرة في إدارة البلاد فهي منظومة معوجة لا تنتج سوى الفشل ولا تصدر غير الإخفاقات لكنها تبقى مستمرة لأنها مسنودة بإرادات دولية ورغبات إقليمية لها مصالحها الخاصة وفي ضوء ما تقدم نسلط الأضواء هنا على جملة من الحقائق التي يعيشها العراقيون ويدركونها جيدا ويعانون بسببها تذكيرا للرأي العام بها ومشاركة لأهلنا فيما أهمهم وآذاهم أولا أن الاحتلال الذي تسلط على رقاب العراقيين مستمر بأشكاله وصوره كافة العسكرية منها والسياسية فهو احتلال مزدوج تتبارى في ظله الإرادات ويشتعل التنافس فيه من أجل المصلحة والمكاسب التي لا ينال العراقيون منها إلا السوء والأذى بعدما صار العراق ساحة وميدانا للصراعات الإقليمية وتصفية الحسابات بين المحاور والأقطاب التي تخفي تخادمها عن الرأي العام وتظهر له ما تود أن يكون شائعا من عداء صوري وخلاف مصطنع ثانيا إن النظام السياسي القائم في بغداد هو الأنموذج الأكثر قبحا في التعبير عن التناقضات وتبني المغالطات فإن حكوماته المتعاقبة هي أكثر من يتحدث عن السيادة بينما حرومات البلد منتهكة ما بين نفوذ عسكري للأجنبي وتحكم سياسي خارجي وحدود مستباحة وهي أكثر من يتحدث عن الديمقراطية والحريات والحقوق بينما واقع الحال يؤكد أن أكثر الأنظم استبدادا وطغيانا عرفت في واقعنا المعاصر لا تصل إلى حدود أفاعيل هذه الحكومة من مصادرة الرأي وفضائح الانتخابات وجرائم التغييب القسري والقتل على الهوية والاعتقالات المفرطة والإعدامات الممنهجة وقمع الحريات واتخاذ سياسة القبضة الأمنية في الحكم والقضاء وهي أكثر من يتحدث عن النزاهة بينما الفساد طاغ إلى درجة لا ينجو أحد ممن تورط في الدخول في العملية السياسية منه ما بين سرقات كبرى متعددة الوجوه والأصناف وجرائم اختلاس وتزوير وتهريب حتى بات العراق مرتعا للعصابات ومحطة لغسيل الأموال ومأوى آمنا للمجرمين وتجار المخدرات ومن يدور في أفلاكهم ثالثا تتخذ أحزاب السلطة وميليشياتها من خطاب الكراهية المغلف بالطائفية وسيلة لتوطيد مشاريعها وتعزيز وجودها بالإقصاء والتهميش والعبث بمصادر ثقافة الشعب العراقي بتحريف أو تغيير مناهج التعليم وحضر قسم من مصادر العلم والمعرفة في مقابل فسح المجال لمصادر أخرى دخيلة على تأريخ وفكر وحضارة العراقيين على الرغم من أن هذا النمط من الخطاب وما يتعلق به من إجراءات هو مظنة الاستمرار حالة الفوضى والاضطراب وجعل العراق في وضع أمني قلق وغير مستقر وهذا عين ما يريده الاحتلال ليغذي به بقاء مشروعه السياسي قائما رابعا إن ذكر احتلال العراق تأتي هذه السنة متزامنة مع معركة طوفان الأقصى في قطاع غزة وما يتعرض له أهل القطاع منذ ستة أشهر من حرب إبادة وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وقد كان تأريخ العراق حافلا بنصرة القضية الفلسطينية شعبيا ورسميا على مدى عقود طويلة لكنه اليوم وبسبب نظامه السياسي يكتفي ببيانات الشجب والإدانة المفرغة من محتواها التي لا تقدم ولا تؤخر مع شيء من الترويج الكاذب الذي تتبناه الميليشيات الطائفية لمصطلحات المقاومة التي تحاول أن تخدع بها جهات معينة وهي في الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا فالواقع والميدان يكشفان كل يوم عن حجم الأكاذيب الرائجة في هذا الصدد فحالة المشهد العراقي كما يعرفه العراقيون ومن يهتم لأمرهم أن هذه الميليشيات هي صنيعة الاحتلال الأمريكي الذي رعاها ودعمها وسلطها على العراقيين ولا سيما أبناء المقاومة العراقية الحقيقية وما زال يوفر لها احتياجاتها والدعم اللوجستي والتغطية العسكرية عند الحاجة بل حتى على مستوى الدعم المالي الذي طالما غض النظر عن طرقه الواصلة إلى هذه الميليشيات ومرجعها الرئيس وموجهها إيران لسنوات طويلة خامسا إن المحور الإيراني بنظامه في طهران وميليشياته في العراق والأنظمة التي يتحكم بها في بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء يسعى من خلال ما منح له من أضواء خضراء لإحداث تغيير ديمغرافي واسع يجرد العراق من هويته الوطنية ويمزق مجتمعه الذي دأب على التعايش والوئام ويجعل من ساحته قاعدة للتحرك نحو المنطقة ليرديها نحو الفوضى وعدم الاستقرار وبما يمهد لخطوات متقدمة للمشاريع الديمغرافية الأوسع التي يراد لها أن تمكن في العالمين العربي والإسلامي يا أبناء شعبنا العراقي الأصيل إننا في هيئة علماء المسلمين في العراق ومعنا القوى الحية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية كنا وما زلنا نستشرف الواقع ونشخص الداء والعلة ونجتهد في وصف العلاج واقتراح الحل ونبذل وسعنا في كشف المغالطات التي يحفل بها النظام السياسي ورز الانتهاكات التي تتعرضون لها وتوثيق حقوقكم المهدورة ونقدم نصحنا لكم ولمن يعنيه أمرنا وأمركم من قوى ومنظمات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري في العراق أولا ومن ثم التعاطي مع ما نقترحه من أنماط الحل والعلاج ثانيا فضلا عن استمرارنا في طرح مشروعنا الكبير الذي صغناه منذ وقت مبكر جدا بعد أشهر معدودة من الاحتلال لإنقاذ العراق والمنطقة من تداعيات غزو العراق واحتلاله والمخاطر الناجمة عن مخرجات مشروعه السياسي وإننا اليوم نشعر بالفخر ونحن نراقب تحركاتكم الشعبية في السنوات القليلة الماضية ونستمع لأصواتكم التي ترتفع وهتافاتكم التي تصدح بالشعارات التي تناهض النظام السياسي الطائفي ونتابع رؤاكم التي يستنبط منها إرادتكم للتغيير ونكتشف أنها مطابقة للثوابت والمبادئ التي نادت بها القوى المناهضة للاحتلال منذ سنوات طويلة وعملت عليها وبما يؤكد اتفاق الشعارات الوطنية وصواب فكرتها وصحة استشرافها وأهلية مشروع القوى المناهضة للاحتلال لإنجاز التغيير الشامل بإذن الله تعالى لأننا نؤمن أن شعبنا الذي يتطلع إلى الخلاص من واقعه المرير ويتوق إلى الحرية والانعتاق من قيود الظلم والطغيان التي تكبله حينما يتبنى خيارات المشاريع الوطنية الحقيقية التي صبرنا في الثبات عليها يمكنه أن يتبنى رأيا جمعيا يمهد لعمل منتج وجهد مثمر يا أبناء شعبنا الأبرار إذ نؤكد لكم أن تغيير الواقع الحالي في العراق ليس بالأمر اليسير ولا يتم على عجلة أو بين ليلة وضحاها ولكنه ممكن وقابل للحصول ومشاهد التاريخ حافلة بنماذج كثيرة تؤكد هذا المعنى فإننا على ثقة تامة بأن مشروع التغيير حين يجد من يتبنىه بصدق ويبذل في سبيله ويواصل السعي لأجله فإنه تطوى له المسافات وتلين أمامه الصعوبات وإن واجب الوقت علينا وعليكم يقتضي الصمود والصبر ويستلزم جهدا مضاعفا لكي نصير من طروحاتنا خطوات عملية في هذا السبيل ولا سيما وأن هذا النوع من التغيير يحتاج إلى أن يمر بمرحلتين أساسيتين لينطلق بعدهما نحو الفعل الميداني المثمر أولاهما القناعة ثم الإقرار بأن النظام السياسي القائم في العراق هو المرض الخبيث الذي نشب في المنطقة لما فيه من أصناف الخطايا والسوء والفساد كلها والأخرى استثمار الجهود المحلية والإقليمية والدولية الاستثنائية التي تستعلي على السلوكيات ذات الازدواج في التعامل مع القضايا التي يشهدها العالم وتتجاوز حالة الانحياز المفضوح التي تقدم فيها قضايا على حساب أخرى وتغيب في ضوئها الحقائق وتغمط في ظلها الحقوق على الرغم من قلة هذه الجهود التي قد لا تنتج إلا في حالة حصول متغيرات ما إقليمية أو دولية قد تفيد في توظيفها بالشكل الصحيح والمناسب لمصلحة العراق وأهله وختاما يا أهلنا الكرام نذكركم وإيانا بأن من سنن الله تعالى التدافع وتعدد جولات الصراع بين الحق والباطل وأن أنبياء الله تعالى عليهم السلام ومن معهم من المؤمنين كانوا قد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وهم يواجهون الطواغيت وينازلون المفسدين ويتصدون للظالمين في صبر وثبات وتضحيات حتى يأتيهم نصر الله وفتحه المبين ولي يخلف الله وعده فهو القائل سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم الأمانة العامة في الثلاثين من رمضان ألف وأربعمائة وخمسة أربعين الموافق تسعة أربعة ألفين وأربعة وعشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين على قراءته المتأنية للرسالة الهيئة في الذكرى الحادية والعشرين لاحتلال العراق والآن يتفضل الدكتور متنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة للتعقيب على ما ورد في الرسالة وأيضا تسليط الأضواء على مستجدات المشهد العراقي بعد إحدى وعشرين سنة من الاحتلال فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وابنه الله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته شكرا لأخي الأستاذ معاذ على ما قدم وللأخ الدكتور ثامر على قراءته للرسالة التي اعتدنا في كل سنة وفي كل عام أن نعلنها للشعب العراقي بطريقة أو أخرى والرسالة في هذه السنة رسالة خاصة ومن هنا كان هذا اللقاء معكم في هذا اليوم المبارك اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك عاده الله سبحانه وتعالى على الجميع بالخير واليمن والبركة والنصر والفرج القريب إن شاء الله وتقبل الله الطاعات منكم ومنا ويوافق هذا اليوم أيضاً الذكرى الحادي والعشرين التي تقرأ أو تصدر في ذكراها هذه الرسالة نعم عقداني من الزمان وبدأنا بالعقد الثالث الذكرى الحادي والعشرين وما زال العراق على حاله ما زال العراق محتلاً ما زال العراق محتلاً نقولها بكل وضوح وبكل صراحة إقراراً لواقع إثباتاً لحقيقة استذكاراً لتاريخ ترغيماً لأنوف وتنبيهاً لغافلين العراق ما زال محتلاً تحتله الولايات المتحدة الأمريكية ولم يخرج من حالة الاحتلال حتى اللحظة بغض النظر عن التبريرات والتعليلات هنا وهناك قد تكون درجة الاحتلال خفت من ناحية ولكن العراق ما زال محتلاً وأقول هكذا وبكل وضوح وصراحة لأن هذه النقطة المفصلية تنبني عليها كثيراً من الأمور والآراء والمواقف السياسية بل هي الزاد الذي جعلنا إلى هذه اللحظة بعد 21 سنة ما زلنا في نفس الموقف في نفس الثبات في نفس الرؤية وما زلنا إلى الآن نتحدث بهذا الخطاب عالي المستوى الذي هو خطاب القوى المناهضة لاحتلال والذي يحق لنا أن نسميه أيضاً هو خطاب الشعب العراقي الرافض لاحتلال أيضاً بغض النظر عن القابل بذلك أو الرافض لذلك وواقع العملية السياسية والنظام السياسي الآن يعطينا قوة أكثر في طرح مواقفنا بهذا الوضوح وهذه الصراحة فمشاكل النظام السياسي متفاقمة والتهديد بالمقاطعة هذه المقاطعة التي كانوا ينبزونها بها ويقولون لا يمكن لمن يعمل في السياسة أن يقاطع عملاً أو نظاماً سياسياً فما بالك بالنظام السياسي بنته الولايات المتحدة الأمريكية وإذا بهم في مفترق طرق العملية السياسية تقاطع كتلة كبيرة جداً من أكثر الكتل حرصاً على العملية السياسية بكل مشاكلها وسلبياتها ومخالفاتها ومفاسدها وتأتي مجموعة أخرى تهدد أيضاً فيما لو لم يفعل كذا لم يتحقق كذا نهدد بمقاطعة العملية السياسية إذن خيار المقاطعة للعملية السياسية الذي سنته القوى المناهضة لإحتلال أصبح هو الأسلوب الجديد الحديث الأقوى لدى القوى السياسية على ماذا يدل هذا؟ يدل على صحة الاستشراف كما قالت الرسالة وعلى ثبات الموقف وعلى صحة الرأي السياسي لأنه ما شاء الله يعني بعد الاحتلال خرجت أجيال ذهبت ثم جاءت أجيال جديدة وكل من يأتي يقول نحن أهل السياسة وأنتم لا تعرفون شيئاً عن السياسة وكما قال أحدهم ذهبت الهيئة في سنة متقدمة إلى مقاطعة صلبة جامدة وهذا لا يمكن أن يكون لا كان ويكون وسيؤتي بالثمار والنتائج ولا لدى أن نستشهد خارج الساحة العراقية وإلا مثال طوفان الأقصى حاضر وسيئة الحديث عنه فإذن هذه الرسالة تأتي في هذا التوقيت للقيام بالواجب الذي نقوم به كل سنة في ذكرى غزو العراق في 19.23 نصدر بياناً وفي 9.4 في ذكرى احتلال بغداد نصدر رسالة مفتوحة كان الأمين العام للهيئة الشيخ حارث الضالي رحمه الله يخاطب بها الشعب العراقي كل سنة ويبين له خارط الطريق ثم أصبحت الأمانة العامة تسير على هذا الخط وفي مرحلة ما أيضاً كان الناطق الرسمي للهيئة الدكتور حمد بشار الفيضي يقوم بهذه المهمة ثم بعد ذلك بدأت رسائل الهيئة المفتوحة تنشر في وسائل الإعلام وهو القسم السياسي الآن ينشر هذه الرسالة في ندوة عامة ومعلنة اقتضاءاً لضرورات الظرف الزماني والمكاني الحاصل الآن في العراق نزيد على ذلك تطورات الأوضاع السياسية داخلياً وخارجي الرسالة إذن هي إضاح خارط الطريق بيان أوضاع العراق بشكل تفصيلي قدر الإمكان للشعب العراقي والأمة والعالم ومن ثم التنبيه على ماذا فعل الاحتلال وهل تحسن العراق في هذه السنة عن السنة التي مضت أم لا ومن هنا بدأت هذه الرسالة هذا العراق البلد العظيم صاحب التاريخ والحضارة العريق بحدوده الجغرافية الحالية العراق ليست ثلاث ولايات عثمانية جمعة سنة 21 كما يدعي كثير من الساسع المتطفلون على السياسة بعد احتلال العراق لتبرير تقسيم العراق العراق وهذا بحدوده نفسها الجغرافية قد تزيد قليلا لما تنقص ولكن من الموصل إلى البصر إلى الخليج العربي ومن ديالة إلى الجزيرة الشامية إلى الأنبار وإن كان قسم منها الآن في داخل حدود دولة داخل سوريا سبيل المثال ولكن هي كيلو مترات قليلة فقط الصورة الموجودة للعراق هي صورة العراق قديما قبل الإسلام وبعد الإسلام لا مجال للمواربة في هذا الموضوع فالعراق واحد وسيبقى كذلك إن شاء الله نجد كما قالت الرسالة ما شاء الله العراق يتذيل كل القوائم يسابق الجميع ويفوز دائما بالخسران يفوز دائما بالمركز الأخير أو قبل الأخير لا ينافس إلا بعض الدول المصنفة منذ عقود بأنها دول فاشلة ودخل ما شاء الله هو في هذا النادي نادي الدول الفاشلة تنمية تربية تعليم صحة اقتصاد معايير جودة صلاحية عيش بيئة كفاءة إنتاج من غذاء حقوق إنسان وغير ذلك ويتصدر نسب الفقر إعدام الأمن والاستقرار فقدان العدالة تفشي الأمية الفساد الاعتقالات النزوح سطوة الميليشيات التغييب القسري أحكام الإعدام الجائرة الإفلات من العقاب قتل الصحفيين وغير ذلك من أنماط السوء كل أنماط السوء متمثلة في العراق بما يعطيه وصف الدولة الفاشلة بكل امتياز فأي نظام سياسي يدافع عنه في دولة فاشلة إذا كان النظام السياسي يسير بقدرة قادر وبإرادات دولية وإقليمية تريد أن تبقيه هكذا لإعطاء صورة ما فهو دولة فاشلة وفق المعايير السياسية والقانونية طبعا هذه الذكرى مؤلمة مؤلمة لكل حر وليس لكل عراقي ولكن مما يسعد أو يقلل من هذا الألم أنه نظام المحاصصة الطائفي والعرقي الذي ما زال عاملا إلى الآن لم ينتج ما كان يتوقع منه وهو غير متوقع بالنسبة إلى أن ينتج شيئا عندما تكون المقدمات فاسدة وباطلة تكون النتائج كذلك ولكن كانوا يتمنون يعني يزرعون يعني يعني عناب يتوقعون يطلع منه رمان اللي طلع الآن هو فشل فوق فشل فوق فشل الباقي هو أنه توازنات وتوافقات مختلة مهتزة متصارعة ورمضان ما شاء الله يكشف لنا كل سنة عن خبث وفشل العملية السياسية تبارون أو تتبار القنوات الفضائية ببرامج الاستضافات والتعاليل الرمضانية وإذا بالكل يهاجم الكل والكل يتكلم على الكل والكل يطعن الكل والكل يتهم الكل والكل والكل وهكذا لا تجد أحدا سكت عن الآخر إذن هم يفضحون أنفسهم في هذا الشهر المبارك كل سنة بما يغنينا عن المتابعة والتدقيق ولكن لا بد لنا من التعليق نحن في ظل بين قبسين حكومة الاحتلال التاسعة الأولى حكومة مجلس الحكم وهذه حكومة الاحتلال التاسعة تسع حكومات للاحتلال ولم يصلوا إلى تحقيق النموذج أو القالب الذي أراده الاحتلال وما زال القالب كما أشاءت الرسالة معوجا ما زال النظام السياسي معوجا وهذا العجاج يزداد يوما بعد يوم وما زلنا على يقيم بأنها عملية سياسية مصنعة خارجيا واللي تابع وسائل الإعلام الغربية والأسيام الأمريكية في هذه السنة وفي السنة الماضية يكتشف الكم الكبير من الدراسات والمقالات والأبحاث الناقدة للاحتلال والناقدة للمشروع السياسي ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تيار متنامي الآن يؤكد على فشل الاحتلال على الأقل في صفحته السياسية وإن كنا نعتقد أنه حتى في الصفحة العسكرية لم يحقق الأهداف التي يريد لا نتحدث عن إسقاط النظام وتشكيل حكومات وحل الجيش وما إلى ذلك ما هي النتيجة؟ هل وصلوا إلى ما أعلنوه منذ البداية من إحلال الديمقراطية في العراق حتى تكون نموذجا للديمقراطية في المنطقة؟ الواقع يقول غير ذلك يقول عكس ذلك تماما فإذن الفشل بالصورة العامة وإلا على سبيل المثال هنا مثال نذكره بعد قليل يدلل على واقع هذا الأمر وهل العراق بلد محتل أو غير محتل في ضوء كل ما تقدم ترى الرسالة المفتوحة أن هناك أمور ينبغي العناية بها وتسليط الأضواء عليها لأنها بمثابة الثوابت التي يمكن على أساسه بناء الرؤية عن العراق الرؤية الحالية العراق الرؤية السياسية لينطلق منها أي مناهض الأولى أن الاحتلال الذي تسلط على رقاب العراقيين مستمر بأشكاله وصوره كافة العسكري منها والسياسي وكونه فوق ذلك احتلال مزدوج وصراع بين إرادات وهذا يذكرني بمثال ذكرناه قبل سنوات من نذكره الآن العراق صار الآن ساحة وميدان صراع بغض النظر عن إحلال ديمقراطية أو ما إلى ذلك أصبح ساحة تصفية حسابات خرج عن مفهوم الدولة الآمنة المستقرة التي يعيش أهلها بأمان ويزاولون حياتهم كما يراد لهم بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي وأصبح حال حال بعض البلدان الموجودة في المنطقة قريبة منها لا أريد أن نسميه وبعض البلدان الموجودة في أفريقيا وفي آسيا ساحات لصراع الدول الأخرى لا تمتلكوا من أمرها شيئا فهل هو هذا النموذج الذي يفخر به الأمريكي أو السياسي الحالي الذي يقول أنا في دولة ويتصف بصفة رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو وزير أو نائب أو رئيس منجلس نواب أو ما إلى ذلك خرج العراق عن كل الحسابات وكما قلنا أصبح دولة ليس فقط فاشلة وإن مساحة صراع يخشى منها الجميع لا يخشون منها لقوتها كما كان العراق سابقا وإنما يخشون منها لأنها مصدر للأخطار الأسكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية للأسف وأصبح أيضا سوقا يشتري منه الجميع ولكن لا يبدو الاستقرار في عام 2004 تكاثرت زيارات السفراء في بغداد على مقرهية علماء المسلمين للتعرف على وجهة نظر الهيئة عندما كانت الهيئة تطرح مشروع جدولة الاحتلال والذي أخذ صيحة قويا وكان له حضور في أحد قرارات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة مرة زار السفير الألماني الهيئة وفي لقاء مع الأمين العام الراحل للهيئة ومع عدد من أعضاء الأمان العامة قال ما زلنا في بلدنا ألمانيا تحت الاحتلال الأمريكي ألمانيا الغربية سنة 2004 يقول ما زلنا تحت الاحتلال الأمريكي لماذا؟ لوجود قواعد أمريكية كبيرة جدا حاكمة وناظمة فضلا على القوانين المكبلة لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم تنحل عقدها إلى الآن وما زالت بلدا محتلة بطريقة أخرى نأتي إلى الواقع البارحة دعوة ضد ألمانيا لتشجيعها على المذبحة والإبادة الجماعية في غزة وهذا كله بتأثير من؟ بتأثير هذه القيود المفروضة عليها منذ الأربعينات وحتى اللحظة بحيث هي الدولة الوحيدة التي توجه لها التهمة بهذا الوضوع وبهذه الصراحة لأن أمرها ليس بيدها نجي إحنا الآن قواعد أمريكية ووجود إيراني والسماوات والطيران العراقي محظور إلا بإرادة من سلطة الطيران الأمريكي وأموال العراق كلها مرهونة بالبنك الفيدرالي الأمريكي لا يتصرف فيها العراق إلا بإرادة الأمريكي فضلا عن ذلك الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بين قوسين قلنا التخادم عنه على الساحة العراقية كل هذا يقول لك والله العراق بلد حر بلد مستقل والعراق أمر واقع وينبغي أن نتعامل معه على أساس هذا الأمر الواقع وأنه حظى بالشرعية والمشروعية الدولية كل هذا الكلام كلام عام لكن عندما نجلس على طاولة الحقيقة والقانون والسياسة والواقع والأخلاق كل هذا يصبح هباء أو كما يقولون هنا في شبك ثانيا النظام السياسي القائم في بغداد هو النموذج الأكثر قبحا في التعبير عن التناقضات وتبني المغالطات حديث عن السيادة ولا توجد سيادة احتلال ممنظم عن طريق اتفاقية أمنية ومحاولات للحكومة لتبرير ذلك وتوسط الحكومة بين الاحتلال وبين ميليشيات تسميها ميليشيات أو قوى خارجة على النظام ولا تستطيع أن تتفاهم معها فتلجأ إلى أن تكون واسطة بينها وبين المحتل زد على ذلك الحديث عن الديمقراطيات والحريات والحقوق بين مصادة الرأي وفضائح الانتقابات وجرائم التغييب القسي والقتل على الهوية والاعدامات المهجة وقمع الحريات وسياسة القبضة الأمنية في الحكم والقضاء هي الطاغية وباعتراف المنظمات الدولية ومثال الانتقابات الأخيرة خير شاهد على ذلك ثم إذا انتقلنا إلى موضوع النزاهة فحدث ولا حرج إذا ضرب مثلا الآن بدولة غير نزيهة مباشرة الأنظار تتجه إلى العراق الكل يتجه نظره إلى العراق الآن كانت هناك نماذج أخرى في المنطقة نماذج في أفريقيا ونماذج في آسيا لكن العراق الآن أصبح النموذج الأبرز الكعكة التي يسعى الجميع الاقتطاع النصيب والحصة قبل أن تتغير الأمور فيه ثالثا ما زال خطاب الكراهية المغلة في الطائفية هو وسيلة توطيد الحكومات المتتابعة في العراق والإقصاء والتهميش والإبعاد طيب كيف يكون نظام سياسي ناجح كيف يكون نظام سياسي لكل العراقيين وهو ما زال قائما على أساس الإقصاء الطائفي وهذا ليس كلامنا كلام الناس الداخل سواء كانوا في العملية السياسية أو الخارج كلام الناس من كل أبناء العراق ومن كل الأطياف والفئات كلهم يتحدثون بهذا الحديث أنا ما أريد أخدع الناس مثل ما يخدع بعض الناس الآن أو الهيئة لا تريد أن تخدع الناس كما يخدع بعض الذين يغردون ويكتبون هنا وهناك من الإعلاميين والسياسيين وغيرهم لما السوداني يدعى لحفل إفطار في جامع أم القرى وتستقبله عمائم بيضاء وتأخذه بالأحضان ويصلي بينهم يكتب أحدهم هذا مثال لرئيس الدولة أو لرئيس الحكومة الواعي بشعبه المحب لشعبه الذي لا يفرق بين أبناء شعبه يعني صلوا إياهم ويدعوا لازم يصلي وين يروح يصلي يعني تركهم يصلي على جنب إحنا علينا بالصور أو للصور كثيرة ممكن أن تلصق كثير من الصور طلع لك صورة سيارة حديثة آخر موديل صورة الشارع مبلط صورة جسر جديدة وما أكثر المجسرات الآن في العراق صورة مول صورة عمارة صورة محل ذهب وقل لك ما شاء الله العراق الخير هل هي هذه الصورة الحقيقية للعراق؟ هذه الصورة التي يراد لها أن تظهر للعراق أنا لا أعتب على من ينخدع بهذه الصور من الخارج ولكن أعتب على من يعرف الحقيقة ويحاول أن يزور أو يغير الحقيقة فإذن ما زال هذا الخطاب هو السائد في العراق وياريت فقط هذا يسود وإنما فتحت مصادر كثيرة أخرى دخيلة على تاريخ وفكر وحضارة العراقيين ولا سيمة العملية المنهجية الآن أو الممنهجة على المناهج ومقرارات التعليم والكتب التاريخية والكتب الشرعية ومحاولات إبعادة يوميا تصنى الكتب الرسمية من دوائر ووزارات التعليم العالي والتربية ومن يرسلها من أسادة الجامعات يقولون بالله عليكم لا تنشروها إلا تنتشر لا تنشروها لأنه خاف لأنه جتنا بطريق خاص نحن أعضاء في لجنة نحن كذا هي منتشرة وتنتشر ولا يوجد ضير من إعلانها نعم قد يتهم شخص بتسريبه ولكن كل شيء في العراق الآن قابل للتسريب كل شيء في العراق قابل للإخراج إلى العلن وصلوا إلى مرحلة من عدم الحياة في هذا المنهج بل الغريب أنه كثير من أبناء جلدتنا من جلدتنا أقصد هنا العراقي الوطني المناهض غير الراغب بذلك يوافقون على الدخول في هذه اللجان ويوقعون عليها ما معرفتهم بالضرر يعني إذا رفض أستاذ جامع في عدم الدخول في لجنة تغيير منهج ما ماذا سيحصل له يزجن يذبح يعني أقصى شيء ممكن أنه يحارب في كليته في موضوع الترقيات العلمية في موضوع المناقشات في موضوع ماء كذا وما إلى ذلك أفواً أكثر من ذلك لا يمكن أن يتوقع لا يستحق هذا الأمر التضحية وإلا فقط كلام نظري نحدث به عن التاريخ والحضارة والفكر والثبات ولكن نشارك نعم سيقولون ستمرر حتى وإن لم نشارك يكون أفضل إذا لم تشاركوا في ذلك كما نسمع الآن عن من يسمى رئيس الجمهورية ترفع له قرارات الإعدام والمفروض هو يصدق عليها إذا لم يصدق لا تصدق وصلنا خبر منه عن طرق متعددة بأنه يعتذر بأن الأمر ليس في يده ونقول صراحة تتصل الرسالة العراقية الأمر ليس في يدي تأتي هذه الأمور وتصدق في الرئاسة ثم تعود لتطبق أحكام الإعدام كما حصل في الأشهر الماضية تكاثرت أحكام الإعدام طيب إذا كان رئيس جمهوري رغم أنه منصب شرفي ولكن لديه مهمة خطيرة وهي التصديق أو عدم التصديق على أحكام الإعدام حتى هذا يقول ليست في يدي إذن ماذا بقي لهذا المنصب وهذه قضية خطيرة تستدعي اهتمام السياسيين والإعلاميين والمناهضين للتعدي على حقوق الإنسان والجمعيات العراقية والعربية والدولية لأن هذا أمر خطير جدا إذن لا توجد هناك نقطة نظام لا يوجد هناك حد أو معيار معين يمكن أن يكون وسيلة الإيقاف هذه الأحكام الجائرة بعد هذا الذي وصل لنا أتمنى أن لا يكون هذا الأمر صحيحا ولكن المعلومات التي وصلتني دقيقة للأسف رابعا ذكر احتلال العراق تتزامن مماركة الطوفان الأقصى ونحن نأخذ منها عبرة أخرى تحدثنا عن طوفان الأقصى وعن غزة وما يجري لأهلنا هناك من مجزرة من حرب إبادة يقوم بها الكيان الصهيوني الدولة العبرية والعالمية تفرج لكن تجري هذه المجزرة في ظل اختلال النظام العربي الرسمي وغياف فاعل أساسي فيه عن الساحة وهو العراق وهذا أمر يحز في النفس لأن العراق دائما كان في المقدمة في نصفة القضية الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى بعكس الآخرين الذين يتخذون من قضية المسجد الأقصى والقدس وسيلة لأهداف سياسية إقليمية وأهداف أخرى للأسف العراق ليس موجودا في الساحة إلا من خلال بيانات هنا وهناك يعني لذر الرماد في العيون والموقف الرسمي العام ليس متعاطفا مع هذه القصة إلا القضايا المفتعلة والمفترات ممن يسمون أنفسهم الآن المقاومة الإسلامية العراقية هنا لابد لنا من وقفة المقاومة في العراق بدأت بعد الاحتلال مباشرة المقاومة في العراق بدأت بعد الاحتلال مباشرة وتعرفون من بدأه العراقيون لم تكن هناك جهة معينة تبنت هذا الموقف نفصل بين حالتين حالة التصدي للاحتلال قبل 9-4 وحالة التصدي الشعبية للاحتلال الأولى كان يقوم ويتحمل مسؤوليته وقام بها النظام بعد انتهاء النظام في 9-4 هب الشعب العراقي للدفاع عن نفسه وفق دوافع كثيرة ندخل في التفاصيل وأبلت المقاومة العراقية البلاء الحسن ورفعت رأس العراقيين وأزاحت مشاعر الذل للأسف والانكسار وكل المشاعر السلبية وبقت سنوات عدة في عمر الزمن قليلة ولكن في عمر الفعل لقوة مقاومة قاتل القوة العظمى في العالم ليست هنا من عام 2003 الفعل الحقيقي المباشر إلى عام 2008 وعام 2009 وعشرة و11 كان هناك أيضا فعل مقاوم وإن تراجعت بسبب لأسباب كثيرة وعديدة لكن أن تبقى خمس سنوات في وجه الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر لم يحدث إلا في تجارب ساغب كالتجربة الفيتنامية ثم تكرر بعد المقاومة العراقية في التجربة الأفغانية التي أيضا سنوات ثم غابت ثم عادت بقوة وغيرت معادلات ومتغيرات عندما استغلت الوضع العام وأجبرت الولايات المتحدة الأمريكية لانسحاب من أفغانستر هذه المقاومة العراقية هي لكل العراقيين بغض النظر عن من قام بها ويحق للعراقيين جميعا أن يفخروا بها وعليهم جميعا أن يدافعوا عنها هناك محاولات لإضفاء حالة من النسيان على تاريخ المقاومة فضلا عن محاولات السرقة التي تقوم بها الميليشيات التي تسمي نفسها الآن مقاومة إسلامية بسرقة صور وعمليات المقاومة العراقية الحقيقية وإلصاق شعاراتها عليها ولكنها محاولات مكشوفة الآن وسائل التواصل للأسف لا تتيح لهذه الصور أن تنشر على حقيقتها وتغلق كل المواقع والحسابات ويتابع أقل من ذلك تغلق الحسابات ونعاني إحنا في منصات الهيئة في منصات قناة الرافدين وغيرها عندما نستخدم بعض العبارات والألفاظ وتوقف حساباتنا ونخسر حساباتنا أحيانا بمئة الآلاف ثم نعيد بناء من جديد ولا سيما حساب يوتيوب قناة الرافدين لأن هناك خطاب سياسي معين لهذه القناة عدة مرات تقفل أما الفيسبوك فحدث ولا حرج بينما تتاح لقوة أخرى أن تنشئ قنوات فضائية باسم هذه الفصائل لما لأنها تخدم مشروع الاحتلال العسكري والسياسي بعد ذلك فالمقاومة العراقية هي فخر للعراقيين والأمة وتاريخ لا يمكن أن يمحى أو يزور ولكن ممكن أن ينساه بعضهم للانشغال أو يتناساه بعضهم تماشياً مع حالة الرضا بالأمر الواقعي أنا أستطيع وأجزم الآن على يساري الآن هو الدولاب الذي فيه كتب تاريخ العراق الحديث بعد الاحتلال في مكتبة الهيئة هنا وجزء كبير منه هي كتب المقاومة أو عن المقاومة العراقية أنا أجزم إذا وضعت الآن أمامي لن أراكم سيكون حاجز بيني وبينكم هذه فقط الكتب المؤلفة والمطبوعة فبالكم بالدراسات والمقالات والأبحاث وما إلى ذلك وقد نفعلها يوماً يعني من باب تغيير الأجواء والطرافة فإذن لا يخشى على المقاومة وأن يسرق تاريخها ولكن يخشى عليها من أبنائها ومن القريبين منها أنه يستحون أقول يستحون أو يعني يتحسسون أو يخافون أن يتحدثوا لا باسمها ولكن بتاريخها فهذه دعوة للجميع لكل من لديه القدرة على القيام بواجبه تجاه هذه المقاومة وهذه المقاومة وإن كانت مستترة لكن قد تظهر كما ظهرت في عام 2014 من كان يعتقد أن المقاومة العراقية ستعود من رقادها وتظهر في عام 2014 ممكن تظهر مرة ثانية كما يحصل الآن في فلسطين وكما حصل في أفغانستان مع فارق أن العراق لا يسمح فيه لشبر أن لا يكون تحت سيطرة ما يسمى التحالف الدولي للحرب والدلرهاب بخلاف الحالة في غزة بخلاف الحالة في شمال سوريا بخلاف الحالة في أفغانستان بخلاف حالات أخرى لماذا؟ لأن صاحب السيادة الحقيقي هي الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبح العراق ساحة لانتقال المخاطر للمنطقة وليس فقط نقطة جسر وعبور لاحتلال بلدان أخرى وإنما للتغيير الديمغرافي المستمر لا نتحدث عن لبنان لا نتحدث عن سوريا لا نتحدث عن اليمن وإنما نتحدث عن أماكن أخرى النظام العربي الرسمي كان يظن بأنه احتلال العراق وتغيير نظام وتغيير النظام هذا بعضهم كان يريده وبعضهم كان لا يريده ولكن حتى الذي لا يريده يقول لا بس فلنرى وجها جديدا لكن لم يغير نظام سياسي اقتلع البلد كله والتغيير اللي بطال البلاد الأخرى نتيجة احتلال العراق واللي حذرت منه الهيئة والقول من هذا احتلال من وقت مبكر في كل الزيارات التي كانت تقوم بها للبلدان العربية وغير العربية أنه احذروا القطر قادم من العراق من خلال الاحتلال الأمريكي والنفوذ اللي وصل إلى حالة الاحتلال الإيراني القضية الآن تجاوزت ذلك من القضايا السياسية ومخاطر سياسية إلى مخاطر اجتماعية وديمغرافية ستصل لا سمح الله اللي لم يتخذ لها العلاج إلى متغيرات عقدية تغير التركيبة في المنطق فهذا الخطاب مطروح لأبناء العراق وهو صلب أو أساس مشروع الوطني للهيئة المطروح منذ سنوات طويلة ونوعيد ونكرر وهو مشهور ومعروف ومتابع ونوصل رسائل من خلال الشعب العراقي وإلى شباب الشعب العراقي اللي قاموا بدورهم منذ عام 2010 ثم عام 2012 ثم أخيرا عام 2019 في انتفاض التشرين اللي أوصلت حالة الوعي الشبابية العراقية إلى المرحلة التي كانت فيها القوى المناهضة في عوام 2003 و2004 و2005 وهذا كان متوقعاً وهناك رسائل مفتوحة للهيئة تبشر بهذا الأمر ولسيما الرسالة الموجهة من الهيئة إلى العشائر العربية في العراق في عام 2007 وهو مطبوحة ومنشورة إذن نحن الآن في حالة كقاعدة عامة تتفق بغض النظر عن التوجهات والخلفيات الفكرية والدينية والمذهبية والعرقية الشمال ووسط جنوب العراق تتفق على أن النظام القائم في العراق نظام لا يلبي طموحات العراقيين نظام فاشل نظام طائفي نظام يقوم على أساس المصالح نظام يقوم على أساس التوافقات هذه القاعدة ممكن أن يبنى عليها شيء كثير لمن يعمل وأنها تمهد كما تقول الرسالة لعمل منتج وجهد مثمر فالآن أكون مثابات صادقة أكون مثابات نظيفة طاهرة لم تتلوث بخبث السياسة ولذلك الضغط علينا في الهيئة وعلى قوة أخرى في الساحة من قوة المناظر الاحتلال لمحاولة تلويثه وإدخاله في العملية السياسية إذا دخلنا في العملية السياسية نحن أو غيرنا بطريقة أخرى في ظل أو في ضمن المحددات المحددات العملية السياسية الحالية سينتهي دورنا وأثرنا وتأثيرنا وسيقال لا توجد قوة حقيقية يمكن أن تحقق مطالب العراقيين بينما وجودنا الآن خارج العملية السياسية ونتصدى لها بقوة يوصل رسالة للجميع داخليا وخارجيا بأنه من يريد التغيير إذا وصل إلى قناعة يريد تغيير في الداخل العراقي فأنه هناك قوة وطنية نظيفة لم تتلوث بلوثة السياسة والاحتلال بعد عام 2003 يمكن أن تقوم بهذه المهمة ولكن وفق شروطها ومحدداتها ونظامها مشروعها الوطني ونظامها للعمل في العراق الذي قد الذي قد تلجأ إليه جهات كثيرة عندما تضطر أخيرا إلى تغيير هذه الواجهات الموجودة في الساحة وهذا ليس مستضربا والمثال الحاضر في أذهاننا دائما والموجود أمامنا هو الحالة الأفغانية نعم هناك اختلافات بين الساحة الأفغانية والساحة العراقية هذا أمر متيقن ولا يمكن إنكاره الحالة الأفغانية شعبيا فكريا جهاديا عدم وجود دول مؤثرة محيطة بأفغانستان بقوة تستطيع أن تؤثر على رأيها تختلف عن الحالة العراقية فضلا عن طبيعة وتكوين الشعب الأفغاني أخيرا الرسالة تخاطب أبناء الشعب العراقي الأبرار تقول لهم تغيير الواقع ليس بالأمر اليسير الآن ولكنه ليس بالأمر المستحيل إذا ما توفرت الإرادة وبقيت القوى المناهضة محافظة على مواقفها ومطالما بقيت نظيفة ولم تتدنس بدنس العملية السياسية ولكن بشرطين الأول القناعة ثم الإقرار بأن النظام السياسي القائم في العراق هو المرض الخبيث لما فيه من الصناف الخطايا والسوء والفساد والأخرى استثمار الجهود المحلية والإقليمية والدولية وإن كانت قليلة واستثنائية التي لا تتعامل مع العراق وفق سياسة الازدواجية والاحتواء المزدوج ما إلى ذلك وتتأثر بالإرادة الأمريكية والإيرانية نعم قليلة ولكن لا ندري لعل الله سبحانه وتعالى يحدث أمرا المتغيرات في الساحة الإقليمية والدولية كثيرة ويمكن استثمار هذه المتغيرات لكن مهم كيف تستثمر ومن سيستثمرها وكيف سيستثمر هذه المتغيرات وختاما ختمت الرسالة بالتذكير بسنة الله ومنها التدافع وتعدل جولات الصراع بين الحق الباطل وسير الأنبياء ومسهم البأساء والضراء وهم يواجهون الطواغيت وينازلون المفسدين وتصدون للظالمين في صبر وثبات وتضحيات وهنا نقطة مهمة نختم بها البعض يسعى أو بعضهم يسعى لإنهاء حالة الصراع والفوضى المسدديمة في العراق ولاحظوا أنها فوضى مقصودة عدم استقرار مقصود في العراق من شرائط الدول الناجحة يكون هناك استقرار في العراق حالة سيلان دائم فإذا الفوضى ما زالت وهذه المرة ليست فوضى خلاقة فوضى غير خلاقة ما زالت مستمر فيسعى بعضهم ويقول بأن الحل في العراق هو الاستقرار والأمن وإنهاء حالة الصراع طيب على أي أسس؟ طبعا هذا ما نطمح له جميعا ولكن على أي أسس؟ على أسس خاطئة؟ على أسس الرضا بالواقع السياسي الحاصل الآن؟ على أساس الرضا بالفشل الذي يحيط بالعراق من جميع جوانبه وأقطاره؟ لا إذا كان الأمر كذلك فإن استمرار الصراع هو الحل لأن انتهاء الصراع بمعنى أن الصراع قد انتهى لهذه المجموعة ولهذه القوة ولهذا التيار ونحن لا نريد لهذا الصراع أن ينتهي ما زلنا في صراع فمن علائم القوة فلنقول والأمل أن الصراع ما زال مستمرا لو حسم الصراع كما يرى بعضهم كان من زمان يعني مثل ما نطفي هذا الضوء الأمامنا أيضا نقول يا جماعة نحن وصلنا إلى طريق مزدود وانتهت جهودنا وسوينا اللي علينا وعذرنا أنفسنا أمام الناس وأقمنا الحج عليهم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيعذرنا لأنه بذلنا الوسع والطاقة واجتهدنا ما استطعنا لم نقصر لا لم نصل إلى هذه الحالة ما زال الصراع مستمرا وإذا تذكرون في ندوة غزة النصر في عام 2009 عندما تعرضت غزة في أواخر عام 2008 إلى هجوم كاسح أيضا ملكان الصهيوني في ذلك الوقت وقفنا موقف كبير معه عقد مؤتمر كبير جدا في إسطنبول للقوى الإسلامية والقومية وحضرته الهيئة موثلة بأمينها العام الراح للشيخ حالة الضاري وعدد من أعضاء الأمان العامة ولقيت ورقة باسم الهيئة ألقيت وأنا وقتها كانت تتحدث بناء على طلبهم هم في الإدارة الندوة مهرجان للانتصار في غزة ولكن أرادوا أوراقا بحثية قصيرة كانت الورقة المخصصة للعراق هي حالة الصراع في العراق كيف تقيمون الصراع في العراق؟ هل سينتهي لأ طرف دون طرف؟ هل تؤيدون استمرار الصراع وانتهائه أم توقف هذا الصراع وما إلى ذلك؟ فكانت الورقة تركز على أنه إدامة الصراع في العراق وإبقاء الصراع في العراق هو مطلب ونجاح للقوى المناهضة لاحتلال وقوى المقاومة بمعنى إبقاء الحالة مستمرة في العراق في حالة الصراع مع المحتل وأثار الاحتلال بعد 15 سنة ما زلنا نقول ما زلت فينا صبر ما زلت فينا مطاولة ما زلنا قادرين على إدامة هذا الصراع ما أمكن بغض النظر عن حجمنا وقوتنا نحن لا نقيم أو نقوم قوتنا ودورنا وجهدنا وأثرنا بما يقوله الآخرون يتصورونهم ولكن بما نعرفه من حقائق الواقع التي لا نستطيع أن نتحدث عنها بكل وضوح صراحة قد يكون هذا الحديث فيه بعض الصراحة ولكن ليس كل الصراحة فإذن الصراع ينبغي أن يبقى مستمرا استمرار الصراع هو المؤذن إن شاء الله بتحقيق النصر والفتح المبين كما قالت الرسالة في خاتمتها إذا ما توفرت الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية نحن لسنا من أهل الخيال والذي نعتقد أن تغير الأمور بلحظة أو بساعة أو بطريقة عنفية معينة أو ما إلى ذلك لا الأمور ليست كذلك تحتاج إلى عداد وإلى جهود وإلى تكامل وإلى 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 ولا نستطيع أن نقوم به وحدنا في القوى المنايضة للإحتلال لا تحدث عن الهيئة وإنما نحتاج إلى قوى العراق الحية قوى الأمة الحية قوى العالم الحية نحتاج إلى جهود كبيرة جدا ولكن هل نيأس ونقول أنها غير متوفرة ونسكت؟ لو كان الأمر كذلك ليأس أهلنا في فلسطين ولما دخلوا في هذه المعركة ولما تعاطف العالم أجمع معهم لأننا ندخل أيضا في تفاصيل هذا الموضوع ولكن الشعوب الحية ينبغي لها أن تقوم بذلك ومثالنا الأخيرا العملية السياسية جماعة العملية السياسية يقولون لا يمكن لرأي أو تيار أو قوة في الساحة السياسية أن تبقى ما لم تسندها قوة والقوة هي ميليشيا أو دولة أو طرف ما طيب أو قاعدة أمريكية طيب لماذا هذا القانون يسري عليكم ولا يسري علينا؟ لماذا تدعوني العملية السياسية والعمل السلمي والتداول السلمي وما إلى ذلك من أوهام العملية السياسية الموجودة حاليا؟ وأنتم تتعكزون على القوة وعلى السلاح وعلى البندوقية من الحاكم الحقيقي في بغداد الآن؟ السوداني أو الميليشيات؟ الميليشيات من الحاكم الحقيقي في الإطار التنسيقي؟ السوداني أو المالكي؟ المالكي من الحاكم الحقيقي في العراق الآن؟ الأمريكي أو الإيراني؟ إذن الأمريكي والإيراني يحكومون العراق بأخلاقهم باتفاقيات سلمية مع العراقيين يعني حباً مسواد عيون العراقيين إلا بقوتهم، بنفوذهم ومصالحهم إلا إحنا العراقيين والعرب والمسلمين عوفوا السلاح، إحنا في القرن الحادي والعشرين وما إلى ذلك من الأكاذيب بينما يتقوى غيرنا بالعكس الآن بنيت قوى جديدة في الساحة السورية وفي شمال العراق قوى ليست عراقية في العراق وقوى في سوريا سورية وغير سورية ومك لها ومدعوم أمريكياً وروسياً وأوروبياً ولا أحد يتحدث عنها ورواتبهم من بغداد ما شاء الله يعني جماعة العراق لا يجدون في هذا عجباً أو تناقضاً أو غرابة الغرابة عندما يتحدث عراقي عن تحرير البلد عندما يتحدث عراقي عن عودة المقاومة عندما يتحدث عراقي عن الثبات والصبر وعدم الرضا بالواقع السياسي مجرد عدم قبولنا بالواقع السياسي في بغداد هو جهاد، هي مقاومة، هو صبر، هو موقف بارك الله فيكم معذراً على الإطالة لكن هذه الأبعاد والدلالات التي رأيت أنها يمكن أن توصل للعراقيين من خلال هذه الرسالة بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً لدكتور مثنى حالث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق على ما تفضل به من إضاءات وتلميحات ورؤى تتعلق بالشأن العراقي وأنتم حضوران الكرام نشكر لكم حسن استماعكم على أمل أن نلقاكم مرة أخرى في حال أحسن وفي أوضاع نحتفل بها جميعاً بتحرير العراقي ونصره إن شاء الله إلى ذلك الحين ندعو الله سبحانه وتعالى لكم بأن يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال والطاعات وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة